إلى الملف اليمني صدت القوات الشرعية هجوماً للميليشيات الانقلابية في الكيلو 16 بمحافظة الحديدة وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية وتكبدت عناصر الانقلابيين الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في المواجهات مع الجيش الوطني بالمنطقة يأتي هذا فيما قصفت الميليشيات بالمدفعية الأحياء السكانية ومنازل المدنيين في مدرية التحيطة ومنطقة المنظر وفي محافظة دمار جنوب صنعاء اقتحمت ميليشيا الحوثي مدرسة للبنات وتهجمت على الطالبات لرفضهن ترديد الصرخ التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية ناشرين الذعر والخوف في صفوفهن استلمت السلطات المحلية بمحافظة